خلينا أنقل هذه العلامات إلى كييف أهلاً ومرحباً بضيفنا الأستاذ المساعدة في جامعة كييف ميكولا باستون دكتور ميكولا سعداء بوجودك معنا حقيقةً في استيديو التاسعة ما هو حديث الساعة في كييف؟ دكتور مساء الخير مرحباً حديث الساعة طبعاً حدث كل الناس عن تقادم والحجوم المضاد للقوات الأوكرانية وتحرير مناطق واسعة في مقطعات خاركي ومقطعات خرصون هذا أولاً وثانياً طبعاً أمور يومية ونفكر عن الشتاء وعن تدفئة البيوت وشراء الوقود لذلك وهذا أيضاً مسألة طيب ضيفنا هنا الأستاذ هشام يقول بأن ما جرى حقيقةً في الأيام القليلة الماضية في هذه المعركة وهذا الانسحاب الكبير للجيش الروسي والمساحات الشاسعة يعني هذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة دكتور حول حقيقة ما جرى دكتور ميكولار ما حقيقة ما جرى؟ هل هناك في مكان ما تراخي روسي سمح لكم بإنجاز هذا الانتصار؟ أعتقد أن الجيش الأوكراني لم يسأل إذن الروس لهذا التقدم فقط خططوا وصمموا هذه العملية وحطقوها بشكل رائع لم تكن هناك معلومات من سابق كانت هذه مفاجأة ولكن مفاجأة متوقعة من قبل المجتمع الأوكراني كنا لا نعرف في أي لحظة سيحدث ذلك ولكن لم تكن هناك شكوك أن ذلك سيحدث وسيحدث قريبا نحن نعرف أن وصلت أسلحة جديدة وكثيرة وقوية جدا من الدول الغربية وكذلك كثير من الجنود الأوكراني تلقوا تضريبا في دول أخرى وراجعوا وعززوا صفوف الجيش الأوكراني ولذلك طبعا ركزت القيادة الأوكرانية اهتمام الجميع على منطقة جنوبية وكنا نتوقع أن هناك ستكون عملية رئيسية وأيضا صرفوا اهتمام وانتباح الهدوء إلى ذلك الجانب وإلى تلك الناحية وهذا أيضا من يعني تصميم عبقري كما القول